مواجهة حاسمة مع العناصر الخارجة على القانون في مديرية حبان التابعة لمحافظة شبوى بعد ثلاثة أيام من الحملة الأمنية التي نفذتها وحدات من الجيش الوطني والقوات الأمنية بالمحافظة تخللتها مواجهات دامية تمكنت الحملة من تحقيق أولى أهدافها بإطلاق سراح الطالب تركي محمد العكب بعد اختطافه من مسلحين تابعين لقبيلة لقموش محافظ المحافظة محمد بن عديو كان على رأس مستقبلية طالب المختطف إلى جانب عدد من وجهاء شبوى وسط إدانات واسعة من قبل الوجهاء القبليين من مديرية حبان التي شهدت حادث الاختطاف والمواجهات الأخيرة مع المختطفين والمجاميع الخارجة على القانون نشكر محافظة شبوى ونشكر اللجنة الأمنية بالمحافظة وأفراد وأبطال الجيش والأمن ونشكر كذلك الوساطة التي ادخلت في قضية ابن المختطف تركي محمد العكب يأتي ذلك في وقت ناء فيه المرجع القبلي للقموش بالقبيلة عن مخطط الانتقال مؤكدا أن قبيلته تفاوضت مع اللجنة الأمنية على إطلاق المتهمين من أفراد القبيلة فقط عملية الاختطاف وفق بين اللجنة الأمنية بمحافظة شبوى تأتي في سياق مخطط لنشر الفوضى في المحافظة يديره المجلس الانتقالي عبر عصابات إجرامية تابعة للمجلس وتمويل جرائمها للعبث بأمن المحافظة وبأرواح المواطنين ورجال الأمن والجيش ودحض البيان محاولة تصوير المعركة من قبل تلك الميليشيات على أنها مع قبيلة بعينها في إشارة إلى قبيلة لقموش التي تورط عدد من أفرادها في عملية اختطاف الطالب محمد العكب واقتياده إلى منطقة هدى بمديرية حبان جنوب مدينة عتاق المخطط التخريبي وفقا للجنة الأمنية شمل قيام مجامع خارج على القانون بتنفيذ أعمال عنف تمثلت في مهاجمة قوات الأمن والجيش واستهداف المواقع والنقاط الأمنية وزرع العبوات الناسفة ونصب الكماء مما أسفر عنه سقوط شهداء وجرحى من رجال الأمن والجيش وبحسب بيان للجنة فقد قامت الميليشيات باختطاف الطالب تركي محمد العكب وهو في طريقه لأداء الامتحانات الجامعية واقتياده إلى منطقة هدى بمديرية حبان مؤكدة أن الحملة تمكنت من تحقيق أهدافها بتحرير الطالب المختطف وعودته سالما وأن الحملة ماضية في تحقيق بقية أهدافها وسط حرص على تحقيق هذه الأهداف بأقل الخسائر الممكنة بيان اللجنة الأمنية شدد على أنه لا حصانة للعصابات الإجرامية ولا مناطق آمنة يمكن أن يحتموا بها وأن ياد العدالة ستصلهم حيثما وجدوا وأن الصبر على أفعالهم قد نفد وستتم ملاحقتهم وجلبهم للقضاء